وينضم إلينا للتعليق من العاصمة اللبنانية بيروت يوسف دياب الكاتب والمحلل السلسي سيد يوسف إلى أي الرأيين تميل الذي يستبعد أن تكون الحرب الواسعة أو الشاملة قريبة أو الذي يرجح مثل الولايات المتحدة التي تخاف أو تخشى بحسب ما قالت شبكة سي بي اس من توسع الصراع بين إسرائيل وحزب الله مساء الخير لا شك أن هناك سباقا محموما اليوم ما بين المساعي الدبلوماسية الحثيثة للجم التدهور على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وما بين ارتفاع وطيرة التوتر والعملية العسكرية ما بين حزب الله وإسرائيل المعطيات المتوفرة في الساعات وفي الأيام القليلة الماضية توحي بأن الأمور قد تنزلق نحو مواجهة كبيرة ما بين إسرائيل وحزب الله لأن كل الطرفين يتحسبان لمرحلة صعبة وكل الطرفين يرين في أن المساعي الدبلوماسية والسياسية لا يمكن أن تنتج حلا إلا على قاعدة منكسر ومنهزم في هذه الحرب بالتأكيد اليوم بعد ثمانية أشهر ونيف من العمليات العسكرية بعد أن حول حزب الله جنوب لبنان إلى جبهة مساندة لغزة لا تقبل إسرائيل بأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر الماضي بمعنى أنها لا تقبل بوجود قوات عسكرية كبيرة لحزب الله على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ويبقى هذا الوجود يهدد المستوطنات الشمالية وربما يهدد نصف إسرائيل بينما حزب الله أيضا لا يقبل بأن يخرج منكسرا وكأنه ينفذ الطلبات الإسرائيلية والأمريكية بالخروج من جنوب لبنان وبترك الأمور رهن الجيش اللبناني وقوات اليونيفل الدولية لذلك أعتقد أن الاستعصاء بالنسبة للطرفين يرجح كفة أن تتدهور الأمور إلى مواجهة عسكرية كبيرة وهذه المواجهة حتى الآن تنجح الإدارة الأمريكية في لجمها لأكثر من سبب وعلى رأسها أن الانتخابات الأمريكية الرئاسية باتت على الأبواب ولأن الوضع في الداخل الأمريكي وضع صعب بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن خصوصا بعد إقفال جامعات كبيرة في الولايات المتحدة وعملية تقليب الرأي العام على عدم اندفاعة أمريكا للجم هذه المجازر في غزة على نطاق واسع لذلك أعتقد اليوم أن المرحلة هي مرحلة تصعيد ومرحلة سخونة بكل المقاييس نعم نحن معك سيد يوسف وننقل هذه الصورة على الهواء مباشرة من خان يونس والتي توضح مشاهد الضمار التي لحقت بالمدينة جراء العدوان المستمر الإسرائيلي عليها أعود إليك مرة أخرى الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب يعني حزب الله حتى الأمس كان يقال أنه لا يتجاوز الخطوط الحمراء وأنه لا يستهدف المدنيين وإنما يستهدف مواقع عسكرية فقط بينما تستهدف إسرائيل بين حين وآخر قيادات في الحزب يعني ما المدى الزمني الذي يمكن أن يتحلى فيه الحزب بضبط النفس ويكتفي فقط بعدم تجاوز الخطوط الحمراء حتى الآن يعني رغم أن حزب الله رفع من وطيرة عملياته العسكرية وبدأ يكشف عن أسلحة جديدة يدخلها على الميدان ومسيرات متطورة يعني لأول مرة بدأ يتحدث أو حتى الإسرائيل يتحدث عن مسيرات لحزب الله تنفذ عمليات في العمق الإسرائيلي وتعود إلى قاعدتها في جنوب لبنان عدا عن صواريخ جديدة بعيدة المدى ودقيقة بدأ يستعملها حزب الله في الميدان وتصيب بشكل أساسي مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي ومواقع مدنية وأيضا منشآت مدنية بدليل الحرائق الكبيرة التي اشتعلت في غابات ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة هذا يدل على أن حزب الله حتى الآن هو مرتاح لسير العمليات لا شك أن الخسائر كبيرة على الجانب اللبناني حتى الآن نتحدث نحن عن حوالي أربعين بلدة في جنوب لبنان دمرت بالكامل أو بشبه كامل هناك ما يزيد عن 550 شهيدا من الجانب اللبناني بينهم 450 مقاتلا لحزب الله لكن عندما بدأت إسرائيل بعمليات اغتيال لقادة أساسيين ومركزيين بالنسبة لحزب الله كاغتيال طالب عبد الله قبل ثلاثة أيام هذا شكل انعطافة مهمة بالنسبة لحزب الله في العمليات وبدأ يخرق إلى حد ما قواعد الاشتباك التي التزم بها منذ الثامن من أكتوبر حتى الآن لا شك بأنه كلما زادت إسرائيل من عمليات الاغتيال ومن الاستهداف إلى العمق اللبناني سيزيد حزب الله أيضا من عملياته وهذا ما يعني يدفع إلى الخشية من إمكان أن تشتعل الجبهة على نطاق واسع ومن دون انذارات بمعنى أنه إذا أقدم حزب الله اليوم على ضرب هدف استراتيجي في عمق إسرائيل هذا ربما يشكل لتل أبيب مبرر لشن حرب على لبنان ونحن نعرف اليوم بأن هناك ضغوط كبيرة تمارس سواء من المجتمع الإسرائيلي أو حتى من حكومة نتنياهو من اليمين المتطرف في الحكومة بأن يحسم نتنياهو مسألة الملف الأمني على الحدود الشمالية لذلك أنا بتقديري اليوم عدا عن الجهوزية التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي عندما طالب بحسم الوضع في رفح حتى يتفرغ إلى الجبهة الشمالية كل هذه العوامل تبعث على الخشية من أن لبنان مقبل على مرحلة صعبة وعلى صيف حار هذا لا يعني أن لبنان وحده من سيتضرر بإمكانية وقوع حرب أو إذا وقعت حرب كبيرة لا سمح الله أيضا إسرائيل ستتضرر إلى حد كبير لكن لا يمكن أن نقيس الأضرار التي ستلحق بلبنان مقابل الأضرار الإسرائيلية أيضا لا يمكن اليوم أن نضع في نفس المعيار إمكانية خروج إسرائيل سريعا من الخسائر التي تلحق بها مقابل لبنان الذي ربما لن يجد أحدا قربه في حرب إختارها فريق من اللبنانيين برأي أكثرية اللبنانيين وبرأي المجتمع الدولي وحتى المجتمع العربي عندها سيكون لبنان وحيدا في هذه المواجهة وربما لن نشهد مرحلة إعمار في وقت يلحق الحرب أو مرحلة التدمير التي ستصيب لبنان لا سمح الله لذلك أنا بتقديري اليوم نحن أمام مرحلة صعبة حزب الله بالتأكيد هو يتحسب لهذه المرحلة ولهذه المواجهة ويعرف مدى نتائجها ومدى ارتداداتها عليه وعلى الشعب اللبناني لكن إذا وجد نفسه مضطرا للذهاب إلى هذه الحرب لن يتردد أيا كانت النتائج وأيا كانت الأثمان شكرا جزيلا لك سيد يوسف ديابا الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت ترجمة نانسي قنقر